السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتكاسة غير متوقعة أخبار مقلقة عن ياسمين عبد العزيز كشف الإعلامي محمد الغيطي تفاصيل تدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل سفرها إلى سويسرا لتلقي العلاج وقال خلال برنامج السامنة مساء المزاع على قناة الصحة والجمال أن الفنانة ياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى لتلقي العلاج في منزلها تدهورت حالتها الصحية وأجرت على إسرها عددا من الفحصات الطبية التي أظهرت حاجتها للسفر لخارج البلاد لإنقاذ حالتها ولفت إلى أن الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز من المنتظر أن يكشف كواليس وتفاصيل الخطأ الطبي الذي تعرضت له زوجته وتسبب في تدهور حالتها الصحية في سياق متصل كشف الفنان وائل عبد العزيز شقيقة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز هوية الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي الذي حدث لشقيقته وعرضها لأزمة صحية خطيرة وأوضح عبد العزيز في منشور له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطبيب الخاص هو من خز لهم وكاد يتسبب في فقدان حياة شقيقته وجاء نص منشور شقيق ياسمين عبد العزيز الدكتور المحترم عصام شلباية شكرا على كل مجهودك الفترة اللي فاتت في الحفاظ والعناية بحياة ياسمين واهتمامك بيها ومتبعتها يوميا طوال فترة تعبها بعد خزلان الدكتور المختص وندين لك بالشكر والعرفان وبعد كتابة هذا المنشور أعلن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن إغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل مؤقت وكتب وائل عبر حسابه على فيسبوك أن هأفل الأكونت فترة وشكرا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعوتها وفي 17 يوليو أعلن العواضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن زوجته تغضع العملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة وقال الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين هي في العمليات ومحتاج دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها وبعد وقت قصير من منشور العواضي فوجأ الجمهور بمنشور آخر من وائل عبد العزيز شقيق ياسمين قال فيه أن الحالة الصحية لشقيقته حرجة جدا وما زال العواضي يتكتم عن أي تفاصيل حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز بناء على رغبتها ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر فيسبوك وبالمنشور الأخير حول مقادات المتسببين بعد سفرها إلى سويسرا وفي السياق ذاته كشف أحمد العواضي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنه سيلجأ للقانون لاسترجاع حق زوجته ولكنه متأني في هذا القرار حاليا لإنشغاله بحالتها الصحية وكتب أحمد العواضي عبر فيسبوك ما حدث من تسيب وأهمال وتخازل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله وتابع أحمد العواضي مؤكدا موقفه من اتخاذ اللازم قانونيا القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد غادرت قبل سلاسة أيام مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى سويسرا لاستكمال علاجها بعد التعرض لأزمة صحية إسر الخضوع العملية جراحية سابقة ونقلت ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة متجهة إلى جنيف لاستكمال العلاق في أحد المستشفيات السويسرية من تداعيات الجراحة التي خضعت لها في يوليو الماضي وقالت المصادر أن تحقيقا داخليا يجرى حاليا في المستشفى الذي أجريت به العملية لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ طبي حدث خلال العملية أم لا وأكدت المصادر أن الجراح الذي أجرى العملية مشهود له بالكفاءة لكن الأمر يغضع لمراقبة ومراجعة حرصا على التأكد من كل شيء موضحا أن غالبية الأساتذة من الأطباء ليسوا من العاملين في المستشفى وإنما يصنفون على أنهم من الأطباء الزائرين الذين يتعاملون مع المستشفى فيما يكون دور المستشفى تقديم الرعاية الطبية فقط كما أكدت المصادر أن ذلك هو نهج كافة المستشفيات الخاصة موضحا أن هناك لجانا في كافة المستشفيات تدقق في مدى كفاءة هؤلاء الأساتذة لإعتمادهم في جدول الأساتذة المتعاملين في المستشفى والاستغناء عن غير الأكفاء وتوعد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز في تدوين له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس من تسبب في تدهر الحالة الصحية لزوجته بالحساب بالقانون مستخدما تعبيرات تسيب وإهمال وتخازل وتراخي في وصف ما جرى في العملية وقالت مصادر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تحتاج حاليا لعملية تعديل مصار على حد تعبير المصادر نتيجة للسجب الذي حدث في القولون خلال العملية التي وصفها الأطباء بالمعقدة وصافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز السلساء إلى سويسرا التي أجرت بها عملية قيصرية منذ عشر سنوات والجدير بالذكر أنه يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين المستشفى لإجراء عملية تكيس المبايض خصوصا أنها كانت تعاني من وجود أكياس دهنية على المبيضين لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم قضت عشرة أيام داخل غرفة العناية المركزة ليتم نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية بالمستشفى حتى بدأت تستقر حالتها وغادرت المستشفى صباح 6 أغسطس وحظيت ياسمين بدعم واسع من الوسط الفني على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع الماضية الذين دعوا لها بالشفاء وتجاوز أزمتها الصحية وبعد واقعة ياسمين عبد العزيز أول تحرك برلماني وطلب مناقشة قانون المسئولية الطبية طالبت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب بضرورة مناقشة مشروع القانون بشأن المسئولية الطبية الذي تقدمت به إلى مجلس النواب خلال البرلمان الماضي خصوصا بعد الإهمال المتكرر من قبل الأطباء بالمستشفيات والذي قد يودي بحياة المريض أو يدخله في حالة غيبوبة تامة وهو ما حدث مؤخرا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعرضت إلى وعقة صحية وخيمة بسبب خطأ طبي وأوضحت عبد الحليم خلال بيان لها اليوم السبت أن الدستور في المادة 18 منه نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتقفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغراف العادل وأضافت عدو مجلس النواب أن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض خصوصا في الأمور التي ليس للطبيب زنب فيها ويعتدي عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر